لم يبقى أمام اليمنيين من سبيل لمواكبة الوضع في اليمن سوى منصات التواصل الاجتماعي رئاسة مختطفة ومكبلة بأجندة التحالف وحكومة عاجزة عن الوقوف أمام تحديات الأزمة التي تعصف بالبلد وأحزاب توارت عن المشهد وراحت تشتغل في مساحات ضيقة ولا وطنية وبلد يتشضى ويتمزق حتى أصبح مرتعا لأطماع دول الإقليم الناشئة وأمام كل هذه التحديات يدرك اليمنيون اليوم أنهم أمام تحدي وجودي وما من بد أمامهم سوى اجتياز اللحظة الحارجة الوقوف أمام خطورة الوضع والبحث عن الوسائل الممكنة والمتاحة لرد الاعتبار لبلدهم دفع اليمنيون نحو موقع التواصل الاجتماعي تويتر وخلال أيام قليلة أصبح النشطاء اليمنيون لاعبا أساسيا في كل ما ينشر هناك وغدا ما يطلقونه من تغريدات وهاشتاغات تتصدر ترندات في بلدان تحالف الحرب على اليمن التي يقولون إنها تمزق بلدهم وتقوض شرعيته توالت الحملات التي استهدفت فضح مطامع تحالف السعودية والإمارات وأصبح متاحا اليوم أمام المتابع العربي وحتى الأجنبي التعرف على أفعال هذه الدول في اليمن هجرة نشطاء اليمن كانت ذا تأثير بالغ حسب الكثير من المتابعين وإضافة لكشفها أطماع التحالف فقد مثلت جبهة لمقاومة شعبية سلمية ووسيلة ضغط لا يستهن بها تتنوع الهاشتاغات بحسب امتطلبات الخروج من دائرة الاستلاب للوطن وللشرعية المحتجزة قسرا في الرياض وبدلا من أن يكون الوطن والشعب قضية شرعية أضحت الشرعية نفسها قضية المغردين الذين أطلقوا مؤخرا حملة جديدة تحت وسم أطلق سرح الرئيس هادي وذلك يعني أن شعبا حيا لا يمكن تجاوزه حتى وإن كان من يمثله سلطة ضعيفة ومحتجزة في الخارج